بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أيها الأخوة الكرام والأخوات الكريمات نستكمل رحلتنا القرآنية مع آيات العلم في القرآن الكريم ومع حلقة جديدة بعنوان العلم وسيلة التعارف الإنساني يا أخوة بعد أن درسنا مفاهيم عديدة مثل أن الله مرجعية علمية للبشر كل البشر والعلم رحمة ورخاء يصيب الجميع جميع أفراد الناس متعلمين وغير متعلمين والعلم لا وطن له ولا هوية له وحين يكون كتم العلم وإخفاء العلم جريمة كبرى يقوم بها أهل الكتاب كما عبر القرآن الكريم فبالتالي العلم هنا يكون جامعا بين الناس وقاسما مشتركا بينهم لا مفرقا ولا مخربا إذن هذه المفاهيم تؤدي إلى أن يكون العلم وسيلة من وسائل التعارف الإنساني هذا بداية وكل تلك الآيات التي أدت إلى هذه المفاهيم ستؤدي إلى هذا المفهوم الذي ندرسه اليوم بالإضافة إلى هذه الآيات التي أريد أن ننتبه إليها في هذه الحلقة الآية الأولى يقول الله عز وجل لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك إذن لاحظوا يا أخوة كيف أن العلم والرسوخ في العلم يعني الإيمان بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان بالكتب السماوية السابقة طبعا النازل من السماو والإيمان بالأنبياء ويعني الصلاة عليهم والتسليم عليهم لا كما يفعل بعض الناس من أنهم يعترفون ببعض الأنبياء ولا يعترفون ببعض الأنبياء يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض بالتالي حين يؤمن المؤمنون بما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبما أنزل من قبله هذا سيكون جامعا مشتركا وهذا سيؤدي إلى تعارف البشري لا إلى اختلافهم ولا إلى تنافرهم آية أخرى يقول الله عز وجل إذن أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجده إذن أوتوا العلم من ماذا؟ من قبله يعني من قبل القرآن الكريم إذن الآية الأولى تحدثت عن الذين أوتوا العلم يؤمنون بما أنزل إلى النبي وما أنزل من قبله أيضا هنا الآن الذين أوتوا العلم من أهل الكتاب مؤمنون من قبل بسيدنا عيسى أو بسيدنا موسى وغير ذلك هؤلاء أيضا إذا تلي عليهم القرآن يخرون الأذقان سجدا ويؤمنون ويستجيبون بالتالي إذن هنا كان العلم أيضا سببا في الاشتراك والتعارف فأهل العلم من أهل الكتاب يتعرفون مع المسلمين وأهل العلم من المسلمين يتعرفون مع أهل الكتاب طبعا هذا التعارف يا أخوة لا يعني أن يتنازل الإنسان عن مبادئه ولكن القرآن يتحدث عن أن العلم سيؤدي بالجميع إلى دين الإسلام الذي يؤمن فيه الإنسان بجميع أنبياء الله عز وجل دون تفريق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد من رسله فلاحظوا هاتين الآيتين كم توضيحان مثل هذه القضية آية أخرى يقول الله عز وجل وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لِتَعَارَفُوا طبعا يا أخوة هذه الآية تتحدث عن مقصد من مقاصد خلق الله عز وجل لأن الناس حين يقول إذن التعارف والتآلف هو مقصد من مقاصد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بل هو مقصد من مقاصد خلق الله عز وجل للإنسان طبعا ما هو الطريق الذي سيؤدي إلى مثل هذا التعارف العلم هو حجر أساس فيه والجهل هو حجر أساس في الفتنة الطائفية وفي الحروب العرقية وفي الفتن بين الناس وفي تخريب وتمزيق المجتمعات وأنا أريد أن نركز على سياقات ذكرت في سورة الحجرات وهذه الآية آية ذكرت في سورة الحجرات آية التعارف الإنساني لكن أريد أن أركز على قضايا وردت في السورة مثل الله عز وجل ماذا يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين إذن الآن أذية الناس وظلمهم وأذيتهم بغير وجه حق كيف أتت؟ ركزوا على كلمة بجهالة مثل هذا المسلك الذي يسلكه أهل الجهل وعدم التثبت وعدم التحقق من مثل هذه الأنباء التي تنتشر والشائعات التي تروج هذا هو مسلك من؟ مسلك أهل الجهل أما مسلك أهل العلم لا يتبينون وبالتالي لا يصيبونها أو من بجهالة لماذا؟ لأنهم يسيرون على منهج العلم وبالتالي كلما كان العلم عند هؤلاء الناس أكثر إحاطة وأكثر إحكاما كلما قلت إساءتهم إلى غيرهم فلما تقل إساءتهم إلى غيرهم ماذا ينتج؟ ينتج التعارف والمحبة بين الناس فكرة أخرى أيضا في نفس السورة يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثن ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضه فبالتالي يا أخوة لاحظوا كيف أن القرآن نهى عن قضية الظن وهنا الظن ما معناه؟ ليس معناه غلبة الظن القريبة من اليقين لا هنا الظن المنهي عنه هو الظن يعني الذي ليس عليه دليل هو الأقرب من الباطل تقريبا يعني هو يعني كما تقولون نسبة 20 إلى 30% من اليقين أما الظن بمعنى 90% الذي نسميه غلبة ظن هذا لا يعني ممكن أن يكون هنا هذا مباه لكن مثل هذا الظن اللي هو أقرب إلى الجهل منه إلى العلم فلاحظوا عندنا جهل وعندنا علم وبينهما ظن الظن القريب من العلم لا إشكال فيه إذا كان عليه أدلة لكن الظن القريب من الجهل هذا الذي نهى عنه الله عز وجل ومثل هذا الظن منهي عنه لماذا؟ لأن مثل هذا الظن سيؤدي إلى أنك تظلم الناس وتظلم الآخرين وله ارتباط بالآية السابقة آية أن تصيب قوما بجهالة هذا سيؤدي إلى ظلم الناس وانتشار الشحناء وانتشار البغضاء وانتشار الأذية بينهم وبالتالي هذا سيؤدي إلى التعارف والتآلف أم إلى التنافر والتحارب هذا سيؤدي إلى التحارب والتعارك وبالتالي كلما ابتعدنا عن العلم كلما اقتربنا من الظن الجاهل الظن البعيد عن العلم وبالتالي تنتشر الآثام وتنتشر الشحناء والبغضاء لكن كلما اقتربنا من العلم وتثبتنا وتحققنا فهؤنا يعني تقل الإساءات وتقل الشحناء وتقل العراكات بين الناس القضية الثالثة في السورة يقول الله عز وجل أيضا في السورة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا إذن هنا سياقه تحدث عن إيمان بالله والرسول ثم لم يرتابوا عدم الريبة وعدم الشك ما معناه؟ معناها اليقين معناها العلم القاطع الجازم بالتالي هنا المؤمنون هل هم في سياق جاهل أم في سياق عالم؟ في سياق عالم بالتالي كلما قلت الريبة وقل الارتياب كلما ازداد العلم ولما يزداد العلم يزداد الإيمان فبالتالي ينقص الظن وتنقص الجهالة وتقل الإساءة للآخرين ويقل أن يصبح المؤمنون نادمين على ما فعلوا وبالتالي تنتشر المحبة وينتشر التألف إذن لاحظوا الآية التي تحدثت عن التعارف الإنساني شعوبا وقبائل لتعارفوا في نفس السورة تم الحديث أنه تثبتوا وتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة تم الحديث اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن يئثم لا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيضا ثم لم يرتابوا لا ترموا الناس بالرياب وبالشكوك وبالظنون التي ليس عليها أدلة بمثل هذا المنهج ومثل هذه الطريقة تحققون ما قاله الله عز وجل وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم أهل التقوى هذا منهجهم يتبينون لا يتبعون الظن القريب من الجهل لا يتجسسون لا يغتابوا بعضهم بعضا ثم لم يرتابوا فبالتالي يا أخوة لاحظوا كيف أن العلم أدى إلى التعارف التألف الإنساني لذلك يا أخوة أيضا أقول وأعيد وأكرر العلم الصحيح هو وسيلة للتجميع لا للتفريق هو وسيلة للتعارف لا للتعارك لا للشحناء لا للبغضاء هو وسيلة للمحبة لذلك اليوم يا أخوة المجتمعات التي يريد المستعمرون وأصحاب المصالح والأهواء أن تنتشر فيها الحروب الطائفية الخلافات العرقية على ماذا يركزون؟ يركزون على نشر الجهل بين الناس نشر التعصب وحجب العلم وإخفاء العلم وإسكات صوت العلم وصوت العقل وإعلاء صوت العاطفة وصوت الغريزة ومثل هذه المشاكل يا أخوة لا تحل ولن تحل إلا بالعلم لماذا؟ لأن العلم وسيلة من وسائل التعارف الإنساني العلم من حيث هو علم من حيث مناهجه من حيث إنتاجاته من حيث الأمور الناشئة عن هذا العلم هي أمور مشتركة للبشر جميع البشر فالنظريات كما ذكرت في حلقة سابقة التي يخترعها عالم من شرق الأرض يستخدمها العلماء في غرب الأرض والنتائج التي توصل إليها عالم بجنوب الكرة الأرضية يستخدمها عالم آخر في شمال الكرة الأرضية مثل هذه القضايا مثل هذه الأمور يجب أن نفهمها ويجب أن ندقق فيها وبالتالي اتباعنا للعلم أفادنا فائدة أخرى وكان العلم في السياق القرآني دلالة على مثل هذا التعارف البشري الذي هو مقصد من مقاصدي القرآن الكريم الذي يسعى دائما إلى تعارف الناس لا إلى صدام الحضارات وصراع الحضارات كما يروج فرانسيس فوكوياما وصمويل هندنكتون وغيرهم من المستعمرين الذين يريدون نشر الخراب والدمار في هذا العالم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا